السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام في هذا الفيديو الجديد مرحبا بكم جميعا ومرحبا بالمتابعين الجلد الذين نلتحقوا بقناة إخوانا خوات الكرام شركة غوبيطاي والتي ترحب باليد العامل الأجانب من جميع الدول شركة كبيرة جدا متواجدة بكندا وهي متخصصة في مجال صناعة الأغذية الزراعية ولديها أكثر من خمسون عاما كتجربة شركة غوبيطاي والتي وظفت سابقا العديد من المواتر الشحين الأجانب العرب وحاليا باب الترشيح مفتوح للجميع لمن يود العمل مع شركة غوبيطاي في مختلف هناك العديد من المجالات ومختلف التخصصات فكل ما عليك أن تقوم بمتابعة الفيديو اللي أعطيكم إخوان أخوات استمارة تقديم طلب بسيطة جدا يمكنك يملؤها من خلال هاتف أو من خلال الحاسوب وتقديم الطلب بعد مراجعة الملف إخوان أخوات ستتوصلون برسالة الرد عبر البريد الإلكتروني لتحديد موعد المقابلة مع الشركة المقابلة إخوان أخوات الكرام تكون عبر طبيق زوم بعد إجراء المقابلة إذا تم كل شيء على ما يرام فسيتم استدعائك إن شاء الله للعمل مع الشركة وستحصل على تصريح عمل أو عقد عمل مدة سنة أو سنتين أو عقد عمل دائم إذن إخوان أخوات على بركة الله ندخل في التفاصيل وطريقة التقديم لهذه الشركة قبل هذا إخوان أخوات الكرام أدعوكم للضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد نحن نوظف هل تريد العمل في شركة إنسانية ومتكرة يقع الموظفون في صميم نجاحنا ومن نحن تتيح لنا أفكارهم ومبادرتهم المضيق قدما والبقاء رائدين في مجالنا نبحث بانتظام عن المواهب والوظائف التالية جيد جدا إذن إخوان لاحظوا معي الفرص المتاحة أو المجالات أو التخصصات المتاحة مع الشركة نحن سنقوم بتقديم للمجالات المتعلقة بمهنتنا أو بتخصصين هنا لدينا من يعمل في مجال سياقة الشاحنة لاحظوا معي إخوان أخوات متواجدة ومتوفر مجال السياقة متوفر أيضا سائقين أو مجال سياقة نقل الأعلاف كل من يعمل في مجال الميكانيك الكهربائية من يعمل في مجال التمويل والإدارة يمكنك التقديم لمجال مدير المزرعة عمال مفرقات عمال الصيانة والبناء عمال ومشغلول آلات الزراعية عمال المياومة وإنتاج الدواجين عمال غرفة الغسيل ميكانيكا الآلات الزراعية ميكانيكا المركبات الفقلة الموارد البشرية ومهندسين الزراعيين جيد إذن بنسبة لهذه التخصصات إخوان أخوات لا تتطلب مستوى عالي من الدراسة لا تتطلب خبرة كبيرة في المجال يعني لديناك عمال مفرقات فلن يطلب منك لا اختبار لغة ولا خبرة طويلة في المجال ولا مستوى دراسي عالي أيضا من يعمل في مجال عمال الصيانة والبناء يجب أن يكون فقط لديك ديبلوم في المجال وأيضا بالنسبة للميكانيكيون والكهربائيين بنسبة للسائقين يجب أن تكون لديك رفصة سياقة شاهنة لكي تتمكن من تقديم هذه الفرصة والحصول على القبول بنسبة لعمال غرفة الغسيل أيضا لا تتطلب أي شروط وبعد الفرص أو بعض المجالات كالموارد البشرية أو المهندسين الزراعيين وأيضا تمويل والإدارة هذه مجالات تتطلب لغة جيدة في فرنسية أو الإنجليزية وأيضا مستوى دراسي جيد إذن إخوانا خوات سنقوم بالضغط مباشرة على تطبيق تلقائي إذن نقوم بالضغط هنا ونقوم بملأة الاستمارة ونرسل الطلاب مباشرة للشركة إذن لاحظوا معي هنا إخوانا خوات ستجدون الرابط في أول تعليق في غوبيطاي يقع موظفون في قلب أعمالنا وابتكارتنا وهذا هو السبب في أننا نسعى جاهدين لتنمية الإدارة البشرية والجولة عائلة وثقافة التعاون والاحترام بالإضافة إلى الاستماع والنشط حتى يقودنا موظفون دائما إلى أبعد من ذلك هل أنت شغف بالحيوانات؟ هل أنت لائق بدنيا ومستقل ومسؤول ولديك فريق؟ أنت لا تحب الروتين وتبحث عن وظيفة تسمح لك بالتعلم وتطوير مهارات جديدة والنمو داخل المنظمة لا خبرة زراعية سوف نتأكد من ذلك ستحصل على تدريب بالنسبة لمن ليست لديها خبرة فستحصل على تدريب قبل بداية العمل أغلب الشركات الكندية يقدمون لك تدريب قبل بداية العمل جيد إذن هنا نذهب إلى الأسفل لدينا استمارة نقوم بإدخال الاسم الأول الاسم الشخصي ونقوم بإدخال الاسم العائلي ونقوم بإدخال البريد إلكتروني وهنا نقوم بكتابة رقم الهاتف برمز البلد هل لديك رخصة قيادة نعم أم لا؟ لأي منصب تود التقدم طلب تلقائي إذن هنا إخوان ستقومون باختيار المجال المناسب لكم أو المجال الذين تريدون العمل فيه مع الشركة الذين جميع المجالات كما تراحلون إذن سأختار عمال سيانة أو البناء سنقوم بالضغط هنا إخوان لإرفاق السيرة الذاتية إذن نضغط هنا يجب أن تكون السيرة الذاتية بالطريقة الكندية باللغة الفرنسية والإنجليزية كما ستشاهدون في الفيديو في أول تعليق يوضح طريقة إنشاء سيرة ذاتية بالطريقة الكندية والتسوف في جميع المعايير المطلوبة جيد بعد ملء المعلومات كما تراحلون إخوان ملء جميع البيانات سنقوم بالضغط مباشرة على يرسل أو تقديم الطالب جيد إذن تم تقديم الطلب بنجاح كما تراحلون إخوان أخوات فقد تم إرسال الطلب بنجاح للشركة جيد بعد ذلك إخوان أخوات يجب الإمتدار لمدة أسبوع إلى 15 يوم على حسب عدد المترشحين بعد مراجعة الملف الخاص بك سيتم التواصل معك إن شاء الله لإجراء المقابلة الآن إخوان هذه شركة كبيرة جدا ومتواجدة بعدة مناتق بكندا في كابك هذا يعني العنوان الخاص بالشركة يعني لديها تقريبا ثلاث فروع في كابك الفرع الأول والفرع الثاني والفرع الثالث لديها ثلاثة فروع في كابك والشركة يعني أدعوكم الآن لتقديم لها شركة مؤتوقة مئة بالمئة وتستقطب العمال الأجانب من جميع الأجانب إذا كما تلاحظون هذه جميع الفرص المتاحة يمكنكم البحث على الفرصة المناسبة لكم وتقومون بإرسال الطلب مباشرة جيد فنقوم بإرسال الطلب للفرص التي يمكننا العمل يعني كمجال الخنازير فعلا يمكننا العمل في هذا المجال ولذلك مجالات مجال العمل في المفرخات والعمل كصائقين ميكانيكية ولكن العديد من التخصصات ليس فقط مجال الخنازير فلا يمكننا العمل في هذا المجال كما تعرفون بطبيعة الحال إذن إخواني أخواتي أتمنى لكم توفيق وأتمنى حد سعيد للجميع إذا كان أي سؤال استفسار يمكنكم تركوا لي في صندوق تعليقات وسأجيبكم إن شاء الله ستجدون جميع روابط في أول تعليق حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة